النائب فيصل كندري نقل عن الحكومة تعهدها بصرف رواتب موظفي هيئة مكافحة الفساد كاملة واحتسابها كمكافأة مالية إلى حين إصدار القانون مشددا على ضرورة عودتهم إلى مناصبهم ومسمياتهم الوظفية السابقة الكندري قال إن إقرار قانون مكافحة الفساد بمداولتيه يعكس الإصرار النيابي الحكومي بأن تسير منظومة العمل الرقبي بالاتجاه الصحيح لافتا إلى أن وجود القانون وتقديم إقرارات الدمة المالية هو صك براءة للراغبين في العمل السياسي والطمحين للمناصب في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة إضافة إلى قياده الجهة الحكومية